اعتبر سعود القحطاني المستشار بالدوان الملكي السعودي أن النظام القطري يستغل الأحداث في حي المسورة في بلدة العوامية بمحافظة القطيف من أجل تمرير أجدة إيرانية قال سعود القحطاني هو أيضا المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون العالمية إن مجموعة المواد المرصودة من الإعلام المملوك للنظام القطري وعلى رأسها قناة الجزيرة عما تصفه بالقمع والمذابح في العوامية تجاوزت 94 مادة وأضاف تغريدات عبر حسابي على موقع تويتر أن النظام القطري الذي دعم إرهابي العوامية بالمال والسلاح يعود لدعمهم إعلاميا مشيرا إلى أن النظام القطري أمر إعلامه لتمرير الأجندة الإيرانية بدعم الإرهابيين ورأى القحطاني أن تخطية صحف النظام القطري لأحداث العوامية لا تسر أحدا من المحيط إلى الخليج إلا القوات الإيرانية الموجودة في قطر ونشر القحطاني صورة لتقرير من صحيفة قطرية بأنوان العوامية مدينة سعودية تحولت لأنقاض نشطاء بثوا صورا صادمة لحجم الدمار الناجم عن القمع قائلا أن هذه ليست صحيفة كيان إيرانية بل صحيفة الراية القطرية الرسمية التابعة للنظام القطري